ملف شائك ومتشابك للغاية أزمة امتدت لعقود في السودان وباتت تربك حسابات الجميع بمن فيهم الحكومة الحالية في الخرطوم إنها أزمة شرق السودان فما جذور هذه الأزمة؟ كيف تطورت إلى الأسوأ على مر الحكومات؟ ولماذا تتردد في الآونة الأخيرة أفكار عن تقرير المصير وعن الفدرالية؟ أسئلة نواجهها مباشرة إلى الناظر سيد محمد الأمين ترك رئيس التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان وهو أيضا رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجة ويعد قائد حركة الاحتجاج في ولاية البحر الأحمر الناظر ترك أهل بك معنا في مدار الغد أبدأ معك بما حدث اليوم اليوم التقيتم الآلية الثلاثية في الخرطوم ماذا طلبتم من الآلية الثلاثية اليوم؟ طيب اسمنا الرحمن الرحيم والسلام والسلام والرسول الله نحن بالفعل التقينا بالآلية الثلاثية وطرحنا قضية شرق السودان وطرحنا قضية السودان ككل وطلبنا من الآلية أن تكون مسهلا للوفاق الوطني السوداني ثم تتبنى البعثة قضية شرق السودان لأن البعثة حقيقة كان فيه تواصل بيننا وبين البعثة قبل 25 أكتوبر وكان قد توافقنا على أقد تخصيص منبر شرق السودان برعاية الدولية والدعمها منهيس الضمارات ومنهيس الدعمها أيضا بالإمكانات المادية لتنمية شرق السودان فاليوم ركزنا على قضية السودان ككل وأيضا ركزنا على قضية شرق السودان طيب في المقابل ما الذي طلبته منكم الآلية الثلاثية نحن حقيقة كان اللقاء طيب وممتاز وحقيقة الممكن قد توافقت آراءنا آراء الآلية وآراءنا كمسال كشرق السودان كتنسيقية شرق السودان وأيضا يمكن الآن تنسيقية شرق السودان انضمت لها تنسيقيات أخرى مثلا مثلا تنسيقية الشمال وتنسيقية الوسط كلها تعبر عن حقوق مواطنيها في كل الأقاليم وحتى يتم إن شاء الله التوافق سوداني كامل كامل الآن لم يصبح الأمر فقط لشرق السودان ولكن بل هناك أقاليم أخرى تساند شرق السودان في مطلعه وأيضا تريد إن يكون هناك إن شاء الله مساواة بين الأقاليم ولكن سيد النظر اسمح لي بوضوح أسألك لو تكرمت هل طلبت منكم الآلية الثلاثية أي طلبات اليوم لم تطلب مننا أبدا وقد تفهمت مطالبنا وأكدوا أن هذه المطالب تتسق مع رؤاهم وأيضا اتفقنا أن نحن نكون إن شاء الله شركاء في هذا الحوار ومن ثم بعد تكوين رئيس الوزراء سننطلق إلى قادية شرق السودان طيب إلى أي مدى سيد النظر بعد اجتماع اليوم تلاشى سوء الفهم الذي كان موجود بينكم وبين الببعوث الأممي فولكر بيرتز نحن حقيقة بكل صدق وكل أمانة اليوم قد يمكن أنا تستطيع أن أقول قد زال عدم التفاهم الذي كان سائدا في تلك الفترة يعني المضط طيب في الأولية الأخيرة يا سيدة الناظر ترددت أفكار منكم ومن محيطكم يراها كثيرون مفاجأة مثل أفكار عن حق تقرير المصير مثل أفكار عن حكم فدرالي هي هذه التنبعة من تجاهل الحكومات الوطنية المتعاقبة بقادية شرق السودان وشرق السودان شعر قدية التحميش منذ 58 إلى يومنا هذا ولكن لم يجد من كل الحكومات الوطنية أي احتمام حتى كان يعني ظهور الكفاح المصلح في شرق السودان في التسعينات وبعد ذلك حتى اتفاقية أسمر لم تجد التنفيذ الكامل كما هو مطلوب ولن تجد الرعاية أيضا من الدول المانحة إلا يعني ما قدمته بعض الدول مثل الكويت وقطر لذلك نعمل نفتكر أنه لغزهرة أسطن يعني لأي خطوة هي نهاية وأنا لا أستطيع لا أريد أن أقول نهاية ولكن هذه كانت تجاهل متراكم أتى بمسألة تقرير المصير طيب هذه نقطة مهمة للغاية في حوارنا سيادة الناظر لو تكرمت سنتوقف عندها كثيرا يعني باختصار هل تهددون بالمطالبة بحق تقرير المصير إذا ما تم تجاهل مطالبكم بوضوح يعني نحن طبعا حق تقرير المصير هو أصدر في مؤتمر السينكات والذي شارك فيه والذي تداول المؤتمرون لمدة ثلاثة أيام ثم تم التلاوة قراراته وتوصياته بحضور أكثر من مليون شخص وبحضور نائب رئيس مجلس السيادة وعضل المجلس السيادة واختزاك بروفيسور تاور وأيضا وزير الحكم الاتحادي واختزاك يوسف الضيو والوالي واختزاك عبدالله شنقلاي ده كان يعني يمكن مطلب شعبي وحراك شعبي قوي جدا وتوافقت عليه الأعراء يعني وهي واحدة من التوصيات والقرارات التي خرجت من هذا المؤتمر لم أفهم بعد سيادة الناظر هل تطالبون هل تطالب نظارات البجا بحق تقرير مصير شرق السودان هل تطالب بحكم ذاتي بالانفصال نحن نرى أنه استقرار السودان والحفاظ على وحدة السودان هو لابد من وضع دستور يعني يحكم عبر السودان عبر فدرالية حقيقية فلذلك أنا أعتقد أن الفدرالية إذا السودان سيقع في نفس الخطأ الذي أدى إلى انفصال جنوب السودان إذا نخب الخرطومية تمادت في التجاهل والاستمرار في نظرية القبض المركزية أنا أعتقد أنه سيكون مزيد من التشققات لهذا البلد لا سمح الله طيب لآخر مرة لو تكرمت هل تطالبون بتقرير المصير أم تهاددون به فقط أم أنه حلم في خريطة شرق السودان ربما له وقته نحن كيف نحن أسسنا الحزب السياسي الذي يضمن المشاركة السياسية والتجربة السودانية فشلت ثم البجا حملوا السلاح ووقعوا اتفاقية ثم هذه اتفاقية فشلت نعم والآن أيضا يطالبون الشرق والبجا بحكم ذاتي إذا فشل هذا أكيد حق تغرير المصير هو أمر وارد في الميساق الأمم المتحدة من حق الشعوب الأصيلة أنها تمنح تغرير المصير ألا تخشى في ذلك المطلب سيادة الناظر على وحدة أراضي السودان ألا تخشى أن يكون لدينا ولاية شرق السودان الفيدرالية ولها حكم ذاتي وولاية غارب درفور وولاية الجزيرة في الوسط وولاية كردفان ألا تخشى على وحدة السودان الآن أنا أعتقد أنه بدأت بوادر الحكم الفيدرالي والذاتي لأنه الآن درفور تحكم بحاكم وفقا للاتفاقية بتعجبها وأيضا الليل الأزرق الآن بحاكم وفقا للاتفاقية ومسألة وجود الحكام هو بالواضح هو يعني بداية وتعزيز للمطلب الشعب بإيجاد حكم فيدرالي حقيقي تتنزل السلطات بنسبة 90% إلى الأقاليم ونسبة 80% من السروة إلى الأقاليم ومن ثم تكون الحكومة الاتحادية حكومة فقط تحافظ على السيادة والوحدة على ذكركم يا سيد ترك للحكام يعني لماذا تصير نظارات البجة على رحيل والي البحر الأحمر نحن حقيقة يمكن هذا هو يعني الآن بالنسبة لنا ما أمر يعني يشغل نظارات البجة والمظارات المستقلة وهذا أمر في قد إن شاء الله يحله في تناول اليد ويمكن الغد أو بعد الغد إن شاء الله يتم حل هذه المشكلة طيب يعني تراجعتم عن هذه المطالب الآن لا تطالبوا برحيل والي البحر الأحمر هذا ما فهمتوا من كلامي نحن 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 ملتزمون بمقررات سينكات مقررات سينكات هي لن تعطي الحق لأحد أن يطالب بإنهاء تكليف أي من ابناء الشرق أو ألبية إلا بعد التشاور وإلا يعني بعد أن تأكد من الفشل لهذا المسؤول وأنا أفتكر إن شاء الله بإذن الله مسألة والي البحر الأحمر مسألة إن شاء الله المجلس نظارات قادرة أن يحلها وأيضا الأخ الوالي أيضا يحافظ أيضا وهو يعني على تماسك المجلس بدلا من موقعه في الولاية طيب نظارات البجا يا سيد تورك منذ نشأته وهو على علاقة جيدة للغاية مع المؤسسة العسكرية في السودان وحتى اللحظة أنتم تدعمون إصلاحات الخامس والعشرين من أكتوبر هكذا تطلقون عليها مثلا في نظارات البجا لكن العجيب أنكم الآن تحاولون ربما لي ذراع المؤسسة العسكرية بهذه المطالب لأن المؤسسة العسكرية في السودان هي من تحكم الآن لماذا تستعجلون بمطالبكم لماذا تهددون بحق تقرير المصير نحن أصلا بنفتكر أنه الآن السودان هو المقبل على وفاق وطني ومقبل على حوار وطني فنريد أن تتضمن ضمن مخرجات الحوار أن تتضمن قضية شرق السودان وبإيجاد منبر منفصل للتفاوض وده هو الآن نستبقل نحن ونطرح قضيتنا على مستوى الحوار الدائر والتي يعني ستكون الآلية السلاسية شاهد عليها ومسر فلذلك نحن إذا لم نطرح القضية الآن في ظل هذه الحوار وفي ظل هذه التدائيات نكون قد فقدنا مطالبنا من يدير السودان الآن سيد ترك السودان طبعا نحن نفتكر أنه يعني الآن هو المؤسسة العسكرية هي المسؤولة عن حفظ الأمن في البلاد المؤسسة العسكرية هي التي انحازت للشعب في كل الثورات ليست ديسمبر وحده في أكتوبر في أبريل أيضا في ديسمبر فلذلك نحن في فترة الانتقالية بنعتقد أنه هي الضامن الأوحد للوصول إلى الانتخابات النزيهة هي المؤسسة العسكرية لذلك نحن بنفتكر أنه الآن هذه الفترة الانتقالية وهذا التوافق أيضا نريد أن يعزز الشراكة القائمة بين المكون العسكر والمدني للحفاظ على هذه الفترة والانتقال إلى إن شاء الله للمرحلة بتاعت الانتخابات الحرة طيب ألا تعتقدون وأنتم في نظرات البجاة تدعمون المؤسسة العسكرية منذ النشأة وحتى الآن ألا تعتقدون أنكم ربما الآن تقومون بإحراج هذه المؤسسة حين تهددون بالتصعيد إما أن تستجاب لمطالبكم وإما التصعيد بينما المؤسسة العسكرية لديها ربما مشاكل أعمق لديها حتى عدم توافق مع المكون المدني في الأساس وأنتم لديكم مشاكلكم لأحد ينكرها ولكن منذ خمسين يعني منذ سنة خمسين منذ سبعين سنة لماذا التصعيد الآن نحن أولا لم نقوم بأي ضغوط للمؤسسة العسكرية ونحن كشرق السودان أحياء تماما ونظارات بيجاة وتنسيغية نشيد بمواقف المؤسسة العسكرية التي رفضت أن تقوم بضرب شرق السودان ورفضت دعوات ما يسمى بالمدنيين الذين حاولوا أن يوقعوا الفتنة والوقيع بين المؤسسة العسكرية وأهل الشرق السودان فلذلك نحن حقيقة حتى قرارات 25 أكتوبر بالنسبة التي يسمونها كثيرون بالإنقلاب نحن نسميها بيوم الفرج لأن حقيقة كانت الظرف كان صعب جدا وكان من قائد الجيش باتخاذ هذه القرارات التي سموها إنقلاب والتي لا نسميها إنقلاب نعم الآن نحن لسنا بصدد الضغط على المؤسسة العسكرية ولكن الآن نحن نريد أن تكون قضيتنا جزء من القضايا الآن تناقش على مستوى الآلية وعلى مستوى الكتل السياسية طيب يا سيد ترك نظارات البجا إلى أي مدى هي بالفعل تتحدث باللسان شرق السودان شرق السودان يعني مساحة شاسعة نتحدث من البحر الأحمر وحتى قضارف ربما إنما إلى أي مدى تتفق القبائل في شرق السودان على أن يكون المتحدث الرسمي لها والمحدد لمصيرها هي نظارات البجا هو هو تنسيقية شرق السودان المجلس الأعلى نظارات البجا ومجلس تنسيقيات كيانات كسلة وتنسيقيات ولاية القضارف كلها مجمعة في تنسيقية شرق السودان وفقا لمقررات سينكات هذه التنسيقية لم تختصر فقط على الإدارة الأهلية هذه التنسيقية أنا أتشرف برئاسته ولكن هذه التنسيقية تضم أحزاب سياسية وقوة مدنية وقوة مجتمعية وشباب يعني هي ما فقط مسألة بتاعت فقط هيكل بتاعت إدارة أهلية فلذلك يعني الآن هي تمثل الشرق السودان بهذا المجمع الذي يجمع كل الكيانات طيب من يعترض عليكم نحن أولا الإطراض اللفظي لا يشكل أي خطورة على تمثيلنا ولكن لنا لن يكون هناك إطراض من الشارع ولكن أن جماهير شرق السودان هي خلف هذه التنسيقية ويمكن قد شاهدتم من لقاءات من الخيار إلى ميناء والسيف وحلايب كل اللقاءات التي تمت التي تؤيد التنسيقية شرق السودان وممار البطانة وكل هذه التنظيمات المؤتلفة والتي تمثل شرق السودان وشعبه والتي تحافظ على مصالح شعب الشرق السودان ما موقف قبائل مثل الحباب وبني عامر من نظارات البجا يا سيد ترك أنا أعتقد أنه هناك طبعا من ابناء هذه القبائل التي ذكرتها كانوا شاركوا في المسار الذي اختلفنا حوله ولكنني بكل أمانة أنه عند رفضنا الأول لجبا كانت قبائل البناء والحباب كانوا مشاركين وموقعين في الوسيقة التي رفضنا به هذه المسار وأيضا هناك وثيقة تجمع كل قبائل البجا وموافير البناء والحباب كلها وثيقة توافقنا عليه ولكن لن تجد الجهة التي تنفذ ثم أخيرا بعد 25 أكتوبر بعد تكوين اللجنة من قبل الأخر الرئيس برهان برئاسة نائبه محمد همدان فريق محمد داندقلو وعدد من أعضاء مجلس سيادة تم أيضا قبول هذه الوسيقة وهذه الوسيقة الآن تم لها تشكيل اللجان لتكون برضو جزء من الحل في قدية الشرق السودان وأنا اعتقد أنه اللجنة التي يرأسها مفوض الأراضي ستاة تانجو إذا تحركت وأيضا اللجان الأخرى إذا تحركت أنا اعتقد أنه تتلاشى المشاكل بين قبائل البنعامر والحباب والقبائل البجة ومجلس البجة لأن حقيقة هذه الوسيقة التي ذكرتها هي وسيقة توافقنا عليه فإذا تم تنفيذ هذا التوافق أنا اعتقد أنه يخدم مسألة المسألة الاجتماعية ومن هيسو تتلاشى كل القضايا إن شاء الله إن شاء الله الآن الأجواء كلها سيد ترك أجواء إيجابية يعني لديكم وعود من المجلس العسكري كذلك هناك لجنة لسيد محمد حمدان داجل المفترض أنها معنية بشرق السودان أو مصار شرق السودان اليوم ربما كما ذكرت لنا زالت كل المشاكل التفاوضية مع فولكر بيرتز المبعوثي الأممي طيب هل أفهم من كلامك أنكم لن تعودوا مرة أخرى إلى التصعيد لن تقوموا مرة أخرى بإغلاق الميناء بإغلاق الطرق أولا لا بد هناك نقطة يجب أن تصحح فضل لأنه في الإعلام ركز ركز عليه بعض الإعلامين أنه نحن قلنا إذا تجاهلتم قضية شرق السودان كما تجاهلت الحكومة ما تسمى بالحكومة المدنية وذا تعاملتم معنا بنفس المعاملة التي كانت تعامل بها ما قبل قرارات 25 أكتوبر فيكون هناك العودة إلى المربع الأول والذي كان هو مسألة القفل المواني والطرق لكن ده يعني اشترات لم يكن هو إعلانا للقفل وأنا من خلال هذا اللقاء طمئن كل الإخوة في الملاحة البحرية في الناس الصادر والوارد بأن لم تكن هناك نوايا الإغلاق المواني ولا الطرق فنحن حتى عندما نغلق الطرق فنحن في هذه الأشهر لم يكن كان الإغلاق لأنه ارتباطه بحجاج وبعيد الأضحر المبارك وكذا لكن دارين نقول عموما أنه الآن ما في شيء بستدعي قفل البحر ولا الطرق فلذلك نحن نطمن كل الإخوة في الملاحة البحرية وكل الإخوة أنه لم يكن هنا لك وإن كان إلا يكون رأي شخصي ولكن لم يكن رأي المجلس نعم وننفي نفيا قاطع بأنه أي حديث يتجه نحو الإغلاق من قبل المجلس هذه الجملة في منتهى الأهمية يا سيادة الناظر سأعيدها سأحاول أن أجملها لو تكرمت وأنت توافق عليها رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا يؤكد أنه لن يتم مرة أخرى إغلاق الميناء أو إغلاق الطرق حتى وإن تعثرت المفاوضات مع الألية السلاثية أو مع الخرطوم توافق نحن نوضح أكثر الأولى أن توافق على هذه الجملة توافق توافق يا سيد ترك هذه جملة مهمة طيب أوافق لجزء أنه لا يتم قفل البحر طيب المواني لن تنغلق لأنه لارتباط الخاري طيب الطرق الطرق الآن الآن ما في مبرر أنه لإغلاق الطرق نهل لدينا قضية طبعا والآن هي في في طريق الحل ولا نريد أن نستبق الأمور ولكن أنا ندافع أن قضيتنا الدفاع الذي يحقق للشعب إن شاء الله اشتعادة حقوقه طيب صحيح لها الأمر أرجوك يا سيادة الناظر نظارات البجا بها 17 قبيلة سودانية لكن عدد القبائل في شرق السودان أكثر بكثير وهناك من ينافس نظارات البجا على القيادة بالنسبة لقبائل شرق السودان أولا طبعا النظارات هي حاجة مربوطة بأرض نعم وليس العدد الكمي والأرض يعني هي يعني تمثل النظارة وحدود القبائل وحدود النظارات فلذلك لن نتحدث عن كسرة العدد ولكن نتحدث عن الأرض واصحاب الأرض الأرض والنظارة تخص قبيلة ولكن في داخل هذه الأرض والنظارة توجد قبائل أخرى لا تنتمي لهذه القبيلة وهذا هو التعايش السلمي الذي نعيشه تعيشه مقونات شرق السودان وهي تتبع لهذه النظارة لصاحبة الأرض لكن هناك في المقابل من يقول إن ثمت قبائل أكثر بكثير من سبعة عشر قبيلة في نظرات البجة وإن من حقهم أن يمثلوا شرق السودان لا نحن نحن أول سبعة عشر قبيلة لا 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 هذه لا نعرفها لأنه المنطقة بين حدود الشكرية نعم تبدأ من حدود الشكرية وتنتهي في حدود البجة الحدود المصرية السبعة عشر نظارة في منطقة البجة بل توجد نظارات أخرى في ولاية القضارف ودي أفتكر أنه نظارات بأرضها وبيحدودها يعني ونحن نظارة الشكرية طيب سؤالي قبل الأخير يا سيد ترك لدينا حوالي ثلاث دقائق متبقية سؤالي قبل الأخير العمل السياسي لشرق السودان عمل تاريخي في حقيقة الأمر منذ الخمسينيات منذ منتصف الخمسينيات وهناك حراك سياسي يطالب بمطالب أساسية كالصحة كالتعليم كالتنمية في حقيقة الأمر هذا أمر لا يمكنه أحد إنما تعرض العمل السياسي للحذر بالنسبة للبيجة يعني ثلاث مرات أو أربع مرات لو أتذكر أخير وكان مع قدوم البشير ألا تخشون من أن يتم حذر حذر عمل البيجة سياسية المرة الأخرى إذا ما أسريتم على التصعيد لا أفتكر أنه الآن لا أحد يستطيع زمان ما يعني ما الناس ما زي الزمان الفات وكذا لأنه العمل السياسي الآن لا يمكن أن يتم حذره ولا نتمنى ذلك لأنه حظر الممارسة السياسية هو يقود لعمل آخر لا قدر الله طيب سؤالي الأخير سأعود فيه إلى الخبر أو الجملة المهمة اللي حضرتك ذكرتها لنا فقط أرجو منك أن ت يعني تأتي بوضوح تام المعنى لا لبس فيه يعني وأرجو لك أن تصحح لما سأقول نظارات البجاء تؤكد أنها لن تغلق الميناء مرة أخرى حتى لو تعثر التفاوض مع أي طرف طب انتهينا من هذه الجملة موافقة الجملة الثانية إنما ربما تضطر إلى قطع الطرق إذا ما تعثر التفاوض إما مع الألية الثلاثية أو مع الخرطوب في جملة واضح موافقة أنا أولا أولا هو قفل المواني وقفل الطرق هي خطوة مع بعضها خطوات بمعنى وأتمنى أن لا نعود لقفل البحر هي خطوة إنتهينا من قفل المواني يا سيد سيد ترك لو تكرمت أنت قلت لنا أن نظارات البجاء تؤكد أنها لن تغلق الميناء مرة أخرى حتى لو تعثر التفاوض صحيح؟ بالفعل طيب خلاص الطرق لو تأثرت التفاوض لنا سبل أخرى لنا سبل أخرى مثل؟ لنا الطرق الأخرى وهي؟ أنا دافع بها عن حقوقنا وهي؟ ما هي الطرق؟ مفتوحة مفتوحة ما سقفها؟ مفتوحة لكل في وقتها إن شاء الله العمل المسلح أحد هذه الطرق؟ نحن لا نتمنى ذلك ولكن إذا استعصت العمور وإذا تجاهلت الدولة عن حقوقنا هذا أيضا أمر وارد طيب سأعيد عليك السؤال لو تكرم يعني لا أريد أن نختتم لقاءنا معك بهذا التصريح في حقيقة الأمر هذه المطالب البجاء مطالب مشروعة مطالب تاريخية نظارات البجاء تتحدث عن تنمية لأهالي شرق السودان تتحدث عن صحة عن تعليم عن طرق عن تقاسم للثروة وللسلطة بالمناسبة كان هناك أكثر من مصار وأكثر من محاولة منذ خمسين عاما ويزيد إنما مع انتهاء ما يعرف بي الأصود الأحرار لو أتذكر يعني انتهى العمل المسلح لنظارات البجاء في 2006 يمكن أو 2008 الآن هل تهددون بعودة العمل المسلح؟ وتريث قبل يعني تريث بي يعني خد وقت نحن الآن نحن الآن لا نحدد للأوذى للسلاح ونحن الآن نرى أن قضية الشرق الآن أفضل من أي وقت مضى والآن يمكن لقاءنا بالسلاسية شعرنا أنه هناك يكون تبني أقليمي ودولي لهذه القضية والهلة هذه القضية وأن يكون شرق السودان جزء من الأصيل من الحوار الذي يدور الآن فلذلك نريد أن نسبت أمرنا لهذا التفاعل إن شاء الله الذي الآن إن شاء الله نتفاعل به ولا نريد إن شاء الله التشاؤم ولكن يعني نحن فعلا لنا حقوق ولا نتمنى أن نرجع إلى الوراء وحمل السلاح أو المطالبة بالتقرير المصير كما ورد في مؤتمر سنكات لكن بهذا الاهتمام وأيضا أنه حتى المكون الأسكري الآن هو يعطي قضية شرق السودان اهتمام كبير وأن تكون جزء من هذا الحوار ومن أوراق هذا الحوار وليست هناك عودة لرفع السلاح صحيح لا للوقت الحالي نحن الآن نحن نسير في الاتجاه الصحيح والآن عندنا شعور أنه قضيتنا سواء كان الآلية أو المكون العسكري إن شاء الله متفاعلين بخير إن شاء الله أشكرك أشكرك الناظر سيد محمد الأمين تيرك رئيس التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان ورئيس نظارات البجة أشكرك وأشكرك على سعة صدرك يا سيد تيرك شكرا لك شكرا لك